النهاردة دورك يا فرفيرو تخرج تجيب الاكل وبقرأ دور فرفور ماشي انا هروح وهرجع على طول خلي بالك يا فرفيرو من القط مش مش ده قط شاي او مشاكس حاضر يا فرفور الحمد لله القط مش مش نايم اجري بسرعة اشوف اكل في اي حتة قبل ما يسحق الله فيه حتة جبنة كبيرة هناك عالصفرة اروح اجابها بسرعة حتة الجبنة دي كبيرة قوي وانا جعان جدا اخد حتة صغيرة اكلها قبل ما اروح لاخواتي ايه ده انا نسيت وكلت حتة كبيرة قوي من الجبنة ومش بقى غير حتة صغيرة اعمل ايه انا هروح اقول لهم ان انا ملقتش غير حتة الجبنة الصغيرة دي انت رجاتي يا فرفيرو ارجاتي يا اخواتي وجبتلكم اكل معايا ايه ده يا فرفيرو يحط الجبنة صغيرة قوي ومش هكف فينا اعمل ايه انا ملقتش غيرها انا لسه جعان قوي يلا نام دلوقت يا فرفور وبكرة هصحب انه ما جبلكم اكل كتير قوي مات يا فرفر ايه ده انا شايف جنبي مش مش كتير السوسيس كبيرة قوي بس اجيبها ازاي من جنبه اخيف لحصا يصحى اروحها تصحى بجنبه بالروحة واخدها منه واجري بسرعة قوي هيه ادرت اجيب كتير السوسيس من جنب مش مش بس يا طرح لو كان مش مش صحي ولقاني وانا باخد الاكل من جنبه اكيد كان هيكني انا احق ان انا اكل من الاكل دوت قبل ما اروح لهم انا جعان قوي من مبارح انا جبتلكم السوسيس من جنب مش مش جبتو ازاي كان نايم واخدت من جنبه الاكل واجريت بسرعة قوي الحمد لله انه هو ما صحيش لو كان صحي كان اكلك يلا نقسم الاكل على بادي يا اخواتي انا جعان قوي بس انا برضو لسه جعان انا بكرة هخرج وهجب لكو اكل كتير قوي اكتر من اللي انتو بتجبوه انا هجري بسرعة على المطبخ اكيد في اكل لينك كتير قوي اكيد هو ده الفرن اللي اكل الاكل بتاعي انا هجري وراه هاكله الله فيه تفاحة كبيرة هناك على المطبخ انا هطلع واجبها انا جعان بقالي كام يوم واخوتي مش بيعرفوا يجيبوا اكل كتير واكيد الايام اللي جاية مش هيعرفوا برضو يجيبوا اكل انا احق ان انا اكل من التفاحة الكبيرة دي انت بقى يا فرن اللي بتاكل الاكل بتاعي انا بقى هاكلك اهل حاوني الا قدتة مش مش هيقوني مش هتيبك وهفضل وراك اهل فيه ايه يافيرو فيه ايه الا قدت مش مش بيجري وراه يا وعاوز يا كوني الحمد لله ان انت وصلت بخير ايوه وكمان كتلكم نص طفاحة ايه رأيكم فيها طب يلا ناكل بسرع انا جاعان قوي انا برضو لسه جاعين طيب هنعمل ايه يا اخواتي لما كل واحد فينا بيخرج له وحده بنجيب اكل قليل لكن اكيد لو خرجنا احنا التلاتة مع بعض هنجيب اكل كتير قوي هيكفينا عندك حق يا فرافيرو اكيد هيخرجه دلوقتي ده المعادل اللي كل يوم بيخرجه فيه علشان يجيبوا الاكل بتاعه انا هعمل نفسي نايم علشان يخرجوا بروحتهم واعرف اصطادهم اخرج يا فرافيرو انت وفيرو القط مش مش نايم طب يلا بسرعة ندور على اكل قبل القط مش مش ما يسحى ويكن انا شايف هناك برطمان شكولاتة كبير قوي ايه رأيكو تعالوا ناكل منه هيكفينا كلنا وكمان ناخد البيئة معنا البيت بس هنعرف نجيب منه ازاي البرطمان ده كبير قوي وعلي علينا ومش هنقدر ان احنا ندخل كلنا ايه رأيكو نايم الحبل وكل واحد فينا ياكل لحد ما يشبه وبعد كده يسلم للتاني فكرة جميلة يلا بسرعة يلا خلص بسرعة يا فرفور انا جاعان قوي يا ترى لو القط مش مش صحي انا هلحق اكل ايه ده انتو سبتوا ديلي ليه هنخرج ازاي دلوقتي من برطمان الشكولاتة انا قدرت اصادكم يا فرن يا طماعة اه لقدت مش مش هيكلنا الله الفرن دي كانت عمها جميل قوي ويتوتا توتا خلصت الحدوتا لو عجبتكم كستنا دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مع ميراكيز باي باي اصحابي اشوفكم في حلقتنا اللي جاية اشتركوا في القناة